تعالوا ننتقل إلى أيضا مقطع آخر وهو عن أزمة المناخ أوضح رئيس السيسي أن تبعتها ألقت بظلالها على جهود التعافي من كورونا خاصة في الدول النامية ودي حقيقة ولو بنتكلم كانت الناس بتقول يعني إزاي بيؤثر على المناخ؟ لا بيؤثر مثلا يمكن تبعنا أيضا مؤتمرات المناخ اللي كانت في جلاسكو أو في باريس فحتلاقي أنه أكثر القرات اللي عندها مشاكل أو بتدفع فاتورة المناخ وهي أفريقيا فأعتقد أنه سيد رئيس كان له كلمات أعتقد هامة جدا وحاسمة خاصة في جلاسكو أو حتى في باريس الاهتمام الدول النامية بموضوع المناخ لأنه بيأثر عليك أنت كمان عندك مشروعاتك الزراعية عندك أشياء كثيرة جدا تتغير على مستوى العالم فالمناخ النهاردة أصبح شيء مهم جدا وأكد أيضا السيد الرئيس ضرورة إيجاد سبل تمكن هذه الدول النامية من رفع تموح عملها المناخي وطبعا دا كان وفقا لاتفاق باريس اللي حضره السيد الرئيس تعالوا نتابع رأي السيد الرئيس وتعليقه ثم نعود ونستكمل معكم باقي تعليقنا تفضلوا السيدات والسادة من أزمة المناخ العالمية وتبعاتها السلمية ألقت بدون شك بزلالها على جهود دولنا في التعافي من الجائحة وتجاوز تأثيراتها المتعددة خاصة في الدول النامية وعلى الرغم من ذلك فإن عالمنا اليوم لا يملك رفاهية الانتظار أو التقاعص عن القيام بالجهد المطلوب لمواجهة تغير المناخ ودرء آثاره ومن ثم فإنني أؤكد مجددا على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتبكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها ورفع طموح عملها المناخي وفقا لاتفاق باريس دون الإخلال بمبادئ الإنصاف وعدالة الانتقال مع توفير الحماية الاجتماعية ودعم جهود تحقيق التنمية والقضاء على الفقر وإن ذلك لن يتأتى دون توفير بيئة دولية مواتية تساهم في حج التنميل اللازم للدول النامية لدعم جهودها لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره وبناء القدرة على تحملها مع وضع التعهدات موضع التنفيذ وتقليص الفجوات التي يواجهها عمل المناخ الدولي على كافة الأصدر وهذا ما هو بعض ما نصبه إلى تحقيقه خلال رئاسة مصر لقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ نهاية العام الجاري وسنعمل مع كافة الأطراف بحياد وشفافية في سبيل ذلك ختاما فإنني أتطلع لتلقي الخلاصات والنتائج التي ستصدر عن المنتدى والتي ستعكس النقاشات والمدولات القيبة التي دارت خلال أم وإنني لعلى ثقة أنها ستساهم في تعزيز فهمنا لحجم أبعاد المشكلة العالمية التي نواجهها وسبل المضي قدبا نحو إيجاد حلول ناجعة لها تحقق تطلعات شعوبنا وآملها المشروع